كشفت مصادر مطلع على مجريات الجلسة الصباحية التفاوضية للجنة السياسية المنبثقة عن المفاوضات اليمنية المناقدة في الكويت عن سبب خروج رئيس وفد الرياض عبد الملك المخلافي عن طوره في جلسة اليوم وأوضحت المصادر أن المخلافي انفعل بشدة عند حديث الوفد الوطني عن حضور المكونات السياسية في المفاوضات حيث استشاط غضبا لمشاركة التنظيم الناصري ضمن الوفد الوطني ممثلا في عضو الأمان العام للتنظيم حميد عاصم الأمر الذي يضيق به المخلافي ذرعا منذ انعقاد طاولة المفاوضات وبحسب المصادر المطلعة فأن المخلافي قال في مداخلته أثناء جلسة الصباح إن لجنة التنظيم الناصري المركزية قد فصلت حميد عاصم الأمر الذي أثار سخرية عاصم موضحا في تصريح خاص بأن اللجنة المركزية لم تجتمع مطلقا وأضف عاصم أن حق الفصل أي وضو من اللجنة المركزية هو اختصاص حصري للمؤتمر الوطني العام للتنظيم وأكد عاصم أن بيان الأمان العامة الرافض للإجراءات الأخيرة التي قام بها عبد الرب منصور هادي من تكليف أحمد بن دغر الرئيس للحكومة وعلي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية هو أمر واضح وهو يشمل أيضا رفض الأمان العامة للتنظيم الناصري لوجود عبد الملك المخلافي في تلك الحكومة المزعومة مجددا التأكيد على عدم صدور قرار من اللجنة المركزية والأمان العامة بالموافقة على تعيين المخلافي رضوا في هذه الحكومة غير الشرعية